هدف استعادة سلطة الحكومة الشرعية لا يزال بعيد المنال هي الخلاصة التي توصل إليها فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن والتابع لمجلس الأمن في أحدث تقرير له بشأن التطورات في البلاد والذي يغطي العامل منصرم 2018 أكد الخبراء في تقريرهم الذي رفع إلى مجلس الأمن في الخامس العشرين من الشهر المنصرم استمرار تآكل سلطة الحكومة خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير حيث لم يرى أي إشارة تدل على أن الرئيس هادي قد تمكن من تعزيز سلطة حكومته في المناطق المحررة الفريق لاحظ أيضاً انعدام المصالح المشتركة داخل التحالف ضد الحوثيين والذي قال إنه يفاقم تقسيم البلد وذلك في سياق عرض الفريق لأهم التحديات التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن وبشأن التهديدات الآتية من التحالف لاحظ فريق الخبراء استمرار انتشار الميليشيات وعدم موجود سيطرة فعلية على قوات عسكرية تعمل بالوكالة يمولها التحالف ويمدها بالسلاح ولحظ كذلك أنه رغم التحسن في العلاقات بين الحكومة والإمارات فإن حكومة الرئيس هادي لا تزال غير قادرة على تأكيد ممارسة سلطتها وواجباتها ومسؤولياتها في المناطق المحررة ولاحظ كذلك فشل الجهود الرامية إلى تأكيد سلطة الحكومة في الميدان وتفادي تزايد عداء عناصر جنوبية تدور في فلك نفوذ الإمارات تجاه الإصلاح في وقت كان فيه المسؤولون في الحكومة هدفا لأعمال عدائية من جانب عناصر متحالفة مع الانتقال في إشارة إلى الحرب التي شهدتها عدن في يناير من العام المنصرم تقرير الفريق أشار إلى ما أسماه المصدر الآخر للتوتر في المحافظات الجنوبية والمتمثل في اضطهاد فصيل من رجال الدين السلفيين الذين يقلون بمبدأ طاعة الحاكم واضطهاد أعضاء حزب الإصلاح في جميع أنحاء الجنوب وتصنيف هذا الحزب كمنظمة إرهابية فريق الخبراء أكد في تقريره أن سلامة خطوط النقل البحري في البحر الأحمر وأمنها ظلت عرضة لخطر شديد وأن التهديدات التي يتعرض لها النقل البحري ازدادت في ظل استحداث الحوثيين ونشرهم لأسلحة متطورة مثل القذائف الانسيابية المضادة للسفن وفي المقابل أكد الفريق أن ليس لديه أي علم بعمليات ضبط للأسلحة أو المواد المتصلة بها على طول طريق التهريب البري الرئيس من شرق اليمن خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير لكنه ثبت تورط إيران في دعم المجهود الحربي للحوثيين عبر تزويدهم بالوقود بواسطة شركات صورية تستخدم وثائق مزورة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا